السلام عليكم متابعي براما صباح اخرت والله الواحد بيكون مبسوط لما المنتخب بيفوز يعني شعور نعم قليل جدا بس صدقا تستمتع يعني شرط اول كان ممتاز جدا شرط تاني ما كان افضل من الشرط الاول لكن جبنا فيه هدفين بتلاقي المنتخب نوعا ما في عنده شكل فيه رغبة لدى اللاعبين فيه شي جميل جدا ما في ظلم بهذا المنتخب ما في ظلم بهذا الفريق لا عيبة عم تلعب شي يعني بيرفع الراس طبعا حقق منتخبنا البطولة او الدورة ما بدنا نحكي بين البطولة يعني او الدورة مهمة جدا ورح نستقبل خسيلانا بالاهازيج والتطبيل ولا لا 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 على العكس تماما يعني شي اللي صار مع هكتور كوبرنسو هذا كان يعني بصراحة ادارة وطريق التعاطي كانت سيئة جدا لكن فيك تقول بن خسيلانا عم يشتغل شغل مدربين يعني بتحس انه فيه ريحة مدرب جاي لا يعمل شي مع منتخب سوريا الى الان فينا نقول هذا المدرب عم يشتغل على الاقل بالسلوب اللي بدنا نحكي عنه بالفيديو مع بعض الاخطاء اللي صارت بطبيعة الحال رح نحكي عن الاخطاء لكن اكيد لازم نحكي عن الايجابيات الموجودة هذا المنتخب اليوم قدم مباراة ممتازة جدا قدم مباراة يعني فينا نسميها سبعين دقيقة من المستوى الرفيع من زمان ما شفنا منتخبنا بهاي الطريقة عم بيلعب وعم بيلعب على الارض لا لا انا مبسوط جدا يا جماعة انا مبسوط بانه انتخبنا واخيرا صرنا منشوف فريق على ارض الملعب صرنا منشوف منتخب على ارض الملعب المنتخب السابق ما كان منتخب كان منتخب هيكتور كوبر ومحمود فايز انا بصراحة كنت فقط عم بتعطى معه بهاي الطريقة لان ما كان منتخب بس الوقت الحالي لا انت عم بتشوف امر مختلف تماما فينا نقول في بعض اللمسات اللي عم يشتغل عليها اخو سيلانا فينا نقول عن هذا الموضوع ويلا على التفاصيل اللي نحكي بشكل موسع ممكن نطول بالفيديو لان بصراحة يعني حابب اعطي لكل زي حق حقه وحابب احكي بالتفاصيل عن الشي اللي شعرت فيه بالمباراة شوف يا صديقي العزيز البداية من التشكيلة متل ما حكينا يعني التشكيلة بالنسبة لي متوقعة تشكيلة مدرب يعرف شو عم يعمل بالمنتخب فهمها شو عم يعمل بالمنتخب عنده فكرة عن إدارات المنتخب كيف ممكن ألعب مبارتين ألعب بتشكيلة وألعب بتشكيلة أخرى أعمل هاي المنافسة بين اللاعبين شكل 23 لاعب بمستوى مميز جدا هذا الأمر هو شغل مدرب منتخبات يعني شغل مدرب فهمان وجاي لحتى ينجح بحراسة المرمى إلياس هدايا قلبي الدفاع كان إيميليانو عمور وأيهم أوسو الأظهرة مؤيد الخولي وخالد كردغلي بخط وسط الارتكاش شفنا ثائر كرومة مع محمد عثمان وكان بيجنبون داليه وإيراندوس وكان عم بيبدل المركز مع محمود الأسود بالإضافة إلى علاء الدالي ونوح شمعون المنتخب أول 20 دقيقة يعني بصراحة من 2014 ما شفت منتخبنا بيلعب بأربع أو خمس لاعبين بالمقدمة لما تكون الكرة مع الفريق المنافس في ناس رح تقول هذا منتخب الهند طيب أنت ما لك منتخب الأرجنتين أنت منتخب سوريا أنت معتاد أنك ترجع للخلف حتى مو يعني مو بس هيكتور كوبر مع بقية المدربين نحنا فريقنا كان دفاعي ما بنعرف نلعب ضغط عالي اليوم أنت عم بتشوف المنتخب عنده هذا الضغط العالي وبتلاحظ بأن خوسيلانا لدى ديقة 70 تدخل بموضوع عم بيحكي للعب حكى لأيهم أوسو العاب طويل يعني هذا الأمر حكى خوسيلانا حتى التمرير اللي عملها أيهم أوسو لداليهو إيران دوست واللي إجا منا الهدف الثاني كانت بحديث بين خوسيلانا وأيهم أوسو أنه العاب طويل بعد ديقة 70 العاب طويل منتخب الهند استنزف نحنا كنا عم بنحاول يعني نستحوز قدر الإمكان عم بنبطئ رتم المباراة فهلأ العاب طويل خلونا نتعب المنتخب الهندي ونشوف شو رقاح يصير وإدارة المباراة بشكل عام إذا حكينا عن الشوط الأول يعني الأول عشرين دقيقة كانت ممتازة جدا ممتازة جدا من المنتخب علاء الدالي ضيع اليوم ما كان محظوظ بالأهداف فينا نقول كان تمركزه دائما صحيح يعني علاء الدالي نعم ضيع الانفرادة شي لك من تمرير الداليهو اللي بنا نحكي عنه بشكل يعني خاص لكن تمركز علاء الدالي كان جيد الانهاء ما كان جيد اليوم ما كان جيد بالانهاء بس كانت فيه رعونة بس بالمقابل ما بدي أحكي بشكل سيء عن أي لعب بصراحة يعني ما بدي أحكي بشكل سيء عن أي لعب لأن طالما سدت تزديده وضربت بالعارضة حاول مرة تانية والحارس تصده الثالثة ضيعها يعني فبالتالي مهاجموا عم بيلعب يعني مهاجموا عم بيشتغل مهاجموا عم بيفرجيك بأنه فيه هجمات فتضيع الفرص اللي عملها على الدالي هذا الشي بيعطينا إيحاء بأن المنتخب كان ممكن يتقدم بالشوت الأول 2 أو 3 صفر وهذا الشيء إيجابي هذا الشيء يعني مقنع أنت ما فيك تضغط 45 دقيقة على منتخب الهند يعني رح تلاقي بعض اللحظات منتخب الهند بيمسك عليه كرة مباراة كوريا الشمالية واليابان اللي انتهت بفوز المنتخب الياباني 1-0 ببعض الدقائق كان منتخب اليابان عم بيهدر الريتم منتخب اليابان كان عم بيهدر الريتم بشكل كبير والمنتخب الكوري الشمالي كان عم يستحوز لكن أهم شيء أنك بهذا الاستحواز ما تفقد التركيز ما تفقد الشيء اللي أنت عم تلعب فيه الخطة اللي عم تلعب فيها في مشاكل دفاعية في مشاكل دفاعية لا تعد ولا تحصى باستخراج الكرة وهذا الشيء شايفينه يعني أكيد أي شخص بيفهم بكرة القدم رح يشوف أنه في مشاكل دفاعية بس كمان لازم تاخد بعين الاعتبار إيميليانو عمورو أيهم أوسو أول مرة بيلعبوا مع بعض أول مرة إيميليانو عمور وأيهم أوسو بيلعبوا مع بعض وأول مرة حارس المرمى إلياس هدايا عم بيلعب مع إيميليانو عمور وأيهم أوسو فإذا بهاي المباراة ما عملوا أخطاء بالتمركز والتغطية بأي مباراة رح يعملوا أخطاء بالتمركز والتغطية ما هو الانسجام هو هون بينبنى هون عم بينشغل عليه نعم الكرة أيهم أوسو يعني بالقدمين ما نو جيد بصراحة لكن تصدى اليوم لكرات خرافية عفوا إلياس هدايا تصدى لكرات ممتازة جدا ممكن من نوعية الحراس اللي ممكن يتصدى لك لكرات عجازية ويتسجل بمرمى هدف من كرات سهلة بس كحارس أنا بشوفه أنه حارس جيد على فكرة حارس جيد جدا بيحتاج بالقدمين على الأقل لكن كمان الموضوع بيحتاج لانسجام اليوم إيميليانو عمورو وأيهم أوسو حتى قلبي الدفاع ممنسجمين يعني كنا بنشوف دائما ثائر كرومة بيرجع لعند إيميليانو عمورو بيحكي الموضوع كان يتعلق بموضوع الخطة كيف ممكن نعمل هاي الخطة وما كنت عم شوف تدخل من خوسيلانا وهذا الأمر كمان كان إيجابي بل أنا حابب شوف اللاعبين أفكار اللاعبين أفهم أفكار اللاعبين أنا خلص أنا طارح بعض الأفكار وبعض الأمور العامة وحابب شوفهم بأرض الملعب كيف رح ينفزوا هاي الأمور بشكل تلقائي مو بشكل أني خلص وجه أنت إيميليانو عمور لازم حصراً تمرر الكرة لمؤيد الخولي أو أنت يا أيهم أوسو لازم تمرر الكرة لخالد كردغلي لا كان عم بيعطي الحرية لللاعبين لذلك كنت عم بتشوف اللاعب منطلق محمود الأسود كان جناح يمين بتشوفه أحياناً بيرجع للخلف وحياناً بيتحول لصانع ألعاب بيعمل تبديل مركز مع دليهو إيران دوس كانت في حرية هجومية لأغلب اللاعبين نوح شمعون بالجانب الهجومي ما كان جيد أو مميز لكن بالجانب الدفاعي كان عم بيرجع للخلف كان عم بيساند خالد كردغلي خالد كردغلي ما كان سيء اليوم مؤيد الخولي يعني بصراحة أنا بشوفه أنه كمدافع أو كظهير بالحالة الدفاعية إذا لعبت بطريقة خمسة ممكن يساعدك لأنه عم بيلعب بجرينتا وبروح وبيتمركز وبيضرب يعني جيد لكن بالنهاية هاي قناعات يعني خوسيلانا لازم يشوف الأظهرة الأخرى فيه ظهير تاني موعودين فيه فيه لعيبة مثل عبد الرحمن وهيس فبالنهاية هي خطة خوسيلانا كيف رح يعني تنسجم مع اللاعبين هل يا ترى اقتنع ببعض اللاعبين اللي شافهم بالمباراة الأولى أو بالمباراة التانية برأي شخصي رح يكون مقتنع جدا بداليهو إيراندوست اللي أده مباراة كبيرة جدا رح يكون مقتنع بمحمود الأسود رح يكون مقتنع تماما بمحمود المواس اللي دخل وصنع هدف لبابلو صباغ رح يكون مقتنع إن شاء الله ببابلو صباغ اللي كمان لعب مهم لعب مميز دخل وكان بيستحق أنه يسجل هذا الهدف وطبعا داليهو كمان كان يستحق يسجل هذا الهدف ومحمود الأسود كمان كان يستحق لأن هل ثلاث لاعبين لعبوا ودخول محمود المواس بعض الأمور الفنية حتى مصطفى عبداللطيفة على فكرة كانت عنده لمسات حلوة في مشاكل بخط الوسط في مشاكل يعني محمد عثمان ممكن تمريره تمريرتين خطأ لكن محمد عثمان بصراحة ما عندك لاعب بمستوى محمد عثمان ما عندك لاعب بهذا المستوى موضوع التمرير موضوع الهدوء بأرض الملعب الدوران تغيير جهة الملعب ما عندك يعني يعني إذا عنده خطأ خطائين بالتمرير لكن عنده خمسين ألف إيجابية فيك تحكي عنها من هلا لبكرة بصراحة ثائر كرومة أنا حكيتها للمرة الألف هو لاعب ارتكاز نحط مدافع ترقيع ترقيع بمنتخب سوريا على أيام نزار محروس لكن هو ارتكاز ارتكاز مكانه يعني أنت كمان لازم تاخد بعين الاعتبار كان في ضغط على ثائر كرومة ومحمد عثمان لأن في عندك أربع إلى خمس لاعبين منطلقين في داليهو في نوح شمعون في علاء الدالي في محمود الأسود فكان في ضغط على هاللاعبين بالإضافة أنه مثل ما حكينا عامل الإنسجام أنت بحاجة أن هاللاعيب يلعبوا عدد كافي من المباريات لما بتحكي عن إيميليانو عمورو أيهم أوسو مباراة المباراة الدولية الأولى مع بعض مع بعض أول مباراة إلياس هدايا هي أول مباراة بيلعبها مع المنتخب نعم كان عم يتم استدعائهم شيء يلاعب بتعرض للإصابة شيء الحارس ما عم بياخد فرصة لا انتهى اللي حاليا شفت أغلب اللاعبين فأنا بصراحة شايف فيه أمور إيجابية عديدة نعم ما بيحتاج لموضوع التهليل والتكبير بشكل كبير لا 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 أطلاقا بس منتخبنا بحاجة مزاج عام جيد بحاجة أنه خوسيلانا ينجح بهاي المباريات الودية على فكرة منتخب العراق لعب بنفس هذه الدورة وعلى ما أعتقد يا أما فاز بصعوبة 1-0 على الهند أو تعادل يعني نحن بدايتنا حاليا فيها نوع أنا شفت مباراة العراق مع الهند يعني بتذكروا أنه كان المنتخب العراقي جدا مفكك ما كان جيد لكن حاليا عم شوف منتخبنا حتى ببدايات وأفضل نحن بنحتاج لهذه البداية الناس اللي ينفكروا أنه خلص الخروج من التصفيات هو نهاية العالم لا مو نهاية العالم ممكن بداية العالم انت لو مشارك مثل الصين منتخب الصين اللي متأهل هالله حاليا على التجمع النهائي والتصفيات النهائية شو شو عم بيصير فيه نعم ممكن تواجه لكن بصراحة ما رح تستفيد شي مع هيكتور كوبر عن كان رح يستمر هيكتور كوبر ورح نستمر بنفس المشاكل ورح نستمر بنفس التخبطات ورح نستمر بنفس الظلم ما كان رح يجي محمد عثمان لقائم المنتخب ولا كان رح يجي محمود المواس ونص هاللاعبين ما كان رح يجي صدقا يعني نص هاللاعبين ما كان حدا رح يجي للمنتخب ليش؟ لأن خلص يعني ملوا ملوا من موضوع العنجهية والتصرفات اللي كانوا عم بيشتغلوا فيها بمنتخب سوريا ما كان فيه لا ثبات بالتشكيلة بعد سنتين ما كان فيه ثبات بالتشكيلة أنت حاليا أكيد ما رح يكون فيه ثبات بالتشكيلة مع خوسيلانا بس بعد سنة أنت لازم تطالب خوسيلانا بهذا الثبات وهذا الشي اللي لازم يصيره ورح يصير إن شاء الله لأن انا متفائل بهذا المدرب وحابب ينجح حابب ينجح مع منتخبنا حابب منتخبنا نحنا نمتلك لاعبين اللي بيقول فيه حرب واللي بيقول فيه ما عدنا خامات جيدة واللي بيقول ما فيه لاعبين نحنا من أكثر المنتخبات اللي فيك تجمع فيها ثلاثين إلى أربعين لاعب جيد يلعب مع المنتخب فيك تجمع يعني اليوم حتى خالد كردغلي مع خوسيلانا قدم مستوى جيد مؤيد الخولي اللي أنا كتعم بنتخده قدم مستوى جيد نعم عنده أخطاء بالتمرير ومشاكل لكن عنده مستوى جيد يعني المدرب فيه طالع من اللاعب المانه جاهز والمانه محضر واللاعب على الأقل بيعطيك كرة حلوة محمود الأسود اليوم أبدع 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 طبعا داليهو قصة تانية قصة تانية داليهو قصة تانية وأنا شايف من داليهو بيقول صراحة ممكن ألا حاليا عم بيجرب خوسيلانا لكن داليهو عالجه اليومنى بيلعب عالجه اليومنى داليهو بيلعب عالجه اليومنى صانع ألعاب حلو صانع ألعاب يعمل لك فرص بس يا أخي عالجه اليومنى والتمرير البيني والتمرير العرضي والدخول وبيراوغ لك لاعب وبعدها بيسدد يعني شي 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 مختلف فإن شاء الله يعني هلأ شايفين كم في خيارات لدى المنتخب؟ في خيارات عديدة فيك تلعب بطريقة هجومية نعم بدك تتعرض لفرص ما فيك تضغط ما فيك تضغط تسعين دقيقة ضغط عالي ما فيك نعم الفريق بدنيا الشوت الثاني كان ما كان جيد بدنيا ما كان جيد لكن لازم تاخد بعيني الاعتبار بأن الفريق لعبان مباراة مع موريشيوس قبل بيومين قبل بيومين يعني لعبان بثلاثة أيام لعبان مباراة والهند كان مستريح يعني حتى البرنامج عملوا لصالح المنتخب الهند يلعب أول مباراة بعد يريح ستة أيام فلازم تاخد هذا الشي بعيني الاعتبار المنتخب جيد ما بدنا يعني نقول المنتخب ممتاز والمنتخب خارق والمنتخب لا لكن جيد وبينعمل عليه وبينشغل عليه دور التايلند مهمة جدا الدورة الجاية مهمة جدا وفيها منتخبات أقوى لكن بهذا الشكل وبهاي الطريقة خسيلانا ماشي بطريق صح إن شاء الله ما يفوت بدوامة اتحاد الطابعة وهالأمور ومباراة ودية وحدة نفزوا على الأقل الأمور البسيطة اللي بيطلبها خسيلانا على الأقل مبارتين يعني هذا الأمر حتى إذا المدرب قال بدي مباراة وحدة بديت تلعب مبارتين بديت تلعب مبارتين بديت تستفيد من التصنيف يعني حتى هذا الفوز على منتخب الهند بالثلاثة صفر تصنيف بيتحسن تصنيفك أمام موريشوس بيتحسن أنت خلص تحسن بالتصنيف يا عمي لنهاية لبداية التصفيات بآسيا فيك توصل للتصنيف على الأقل تسعة وثمانين تسعين إذا إذا لعبت وفزت بكل هالمباريات بتوصل بتوصل للتسعة وثمانين ليش مستهينين بهذا الموضوع يعني ليش ما يعني قلنا تسنتين ثلاثة حاليا عم بنشوف إن شاء الله ما نكون متأخرين كالعادة متأخرين نحنا متأخرين متأخرين دائما لكن إن شاء الله يعني إن شاء الله هذا التحسن أنا مبسوط بصراحة مبسوط جدا يعني ما أعطي فرحتي لحدا يعني ليش لأن شفت فيه شكل للمنتخب شفت فيه هذا الشكل فيه هذا الشي اللي حابب يكون فيه المنتخب ليش دايما نحنا عم نتأخر لحتى نوجد هذا الشكل وإذا شفنا إنه فيه تخبط ليش دايما عم نتأخر باتخاذ القرار ليش عم توصل معنا لحد إنه نتمنى نتعادل مع كوريا الشمالية لحتى نتأهل بيوصل معنا لحد لحتى نتعادل مع مايا نمار ليش؟ ليش كنا بنلعب مباراة ودية واحدة بكل أيام الفيفا مباراة واحدة ليش؟ كانت أسئلة عديدة ما كنت عم بحصل على الجواب إن شاء الله ما أسأل نفس هاي الأسئلة بالمستقبل إن شاء الله ما نشتغل بهاي الطريقة ونسأل هاي الأسئلة ما بنحتاج لهاي الأسئلة بدنا نفوز بدنا نلعب مباريات حلوة بدنا نطلع من المباراة تحكي بشكل إيجابي ما حدا بيتمنى يحكي بشكل سلبي على فكرة ما بظن حدا بيتمنى يحكي بشكل سلبي الجميع حابب يحكي بشكل إيجابي عطيني بعض الإيجابيات أنا أكتر أشخاص بيحكي عن الإيجابيات سلبيات موجودة وحكينا الأسباب لكن المنطق بيقول هذا المنتخب شكله حلو هذا المنتخب رايح باتجاه صح إذا استمر بهاي الوضعية هذا كل ما في الأمر ألف مبروك لمنتخبنا مبسوطين ولا أكتر ولا أقل مبسوطين أتمنى أن أعجبكم الفيديو لكم بصحة وخير وسلامة